طيب بما ان احنا جبنا سيرة المرأة المصرية انا بقى وقفت عند حاجات كده عايزة اشوف انت يفاكريهم ولا لا سيدات انت قدمتيهم في اعمال كتيرة جدا فايزة, نفيسة, سعاد حميدة, سعدية رشا, صفاء, امينة فوزية, فاطمة, منيرة نوارة, الجليلة, مديحة انيسة, حرية وداد, شيرين, سوكا اميمة يعني كل الشخصيات دي اللي انت قدمني, انت فاكرة كل الشخصيات دي اه طبعا لان انا يعني غصت في اعمق كل شخصية انا ما عنديش طريقة واحدة يعني بمثل بيها لكن لازم ادرس الشخصية كويس قوي اعرف اعمقها, اعرف لو كانت شخصية معروفة يعني او موجودة في المجتمع بذاكرها كويس جدا عشان يعني اقدر اجسدها بالشكل الملائم فعشان كده بتحسي ان انا يمكن عملت يعني مجموعة متنوعة جدا من انماط المرأة المصرية ده حقيقة المرأة المصرية اللي هي سواء البسيطة او المثقفة او المحامية يعني كل شخصية من دي لها طريقة اداء فهو ده يعني انا بحب اغوص في اعماق الشخصية اللي بعملها يعني مثلا ما زال النيل ياجري عملت الدكتورة اللي هي وانا نفسي المسلسل ده اتعارض كتير لانه بيكلم حليق كان بيكلم عن مشاكلنا الحليق ده للكاتب واسماء نورة وكيش اه طبعا اللي هو زيادة النسل والزواج المبكر وعمالة الاطفال عملت شخصية قميمة فيها اه فالحمد لله يعني اعمال اللي عملتها كلها متنوعة على ما نطلق الرصاص دي كانت البداية اه موسيقى